مع تزايد نقمة الشارع العراقي على الأداء السياسي يبدو أن طريق الكتل والأحزاب محفوف بالتحديات بعد أن جعلهم القانون الانتخابي بدوائره المتعددة على تماث بمزاج الناخبين ومحاولة إرضائهم مناطق منسية خدمياً اضطر المرشحون للعودة إلى سكنتها في محاولة لإقناعهم بتمثيلهم داخل مجلس النواب المقبل وأخرى لا تزال تعاني من اضطراب أمني تحديات يراها مراقبون قد تؤدي إلى عزوف الناخبين مقابل مشاركة واسعة للأحزاب وأنصارها أنا أعتقد لا تزال التحالفات كما هي لا يوجد جديد الآن على الساحة انتخابات ستجرى لا مناص سواء في الشهر العاشر أو ربما تتأخر لأي سبب آخر إلى موعدها الحقيقي لا يضر لأنه ليس هناك فرق كبير يعني لا تعتبر الآن انتخابات مبكرة ولكن لم ألحظ لحد الآن متغير سياسي يدعو إلى أن الانتخابات القادمة ستنتج مسار آخر ولا تقتصر تحديات نجاح الانتخابات على رغبة المواطنين بالمشاركة فيها فعمليات التزوير وعدم حصر السلاح بيد الدولة قد يخلق بيئة انتخابية غير آمنة ونزيهة وفق نواب حتى تكون انتخابات نزيهة ومقنعة يجب أن تتوفر لها البيئة الآمنة المستقرة التي تمكن الناخب والكتل السياسي والمرشحين من أداء أدوارهم في هذه العملية هذا هو التحدي الذي يطلب من قبل الحكومة أن تتخذ بشأنه الإجراءات وتعمل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع الأمم المتحدة على استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة بموعدها المحدد وبين اليأس من تغيير مرتقب والمخوف من التلاعب بالعملية الانتخابية تواجه مفوضية الانتخابات تحديات كبيرة لإتمام انتخابات نزيهة وبالنسبة مشاركة مقبولة أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد